هاي أنا اسمي غريس أنا بعلم اللغة الإنجليزية بمدرستي وبعلم مادة العلوم كمان أنا صرلي بمجال التعليم 6 سنين وبعدني مجال التعليم اسمي كارول بردكجي أنا بعلم فخانسي لغة فرنسية صرلي 14 سنة بأحد أهم مديرس لبنان من أنا صغيرة بحب علم لأنه التعليم هو عطى وخصصة للولاد يلي هنا بوقت أكتر شي بحاجة لحدا يعطيهم ويهتم فيهم وما في شي أجمل من العالم أنه نعطيهم ياه مع الولاد كتير بلاقي فرح بمبسط كتير كيف بتابع كل ولد شخصيته قدي بشوف مرات كيف بيتقدم معي خلال السنة هيدا شي كتير بيعطيني فرح صرلي 3 سنين بمدرستي سيزن 1, 2, 3 وهلأ من حضر لسيزن 4 تعرفت على ماي سكول سيزن 1 سيزن 2 كنت كتير حب فكرة البروغرام مبسطت أكتر لما نعرض علي أعطي بسيزن 3 لغة الفرنسية مضينا وقت طويل بهيدا السات أوقات حلوة كتير وأوقات أوقات صعبة بس يلي فيه شوفوا بهيدا السات وين بلشنا وين وصلنا هلأ قدي تطورنا وقدي تقدمنا وقدي قطعنا أشوات كبيرة فيا كان إشي كتير مهمة وصلناها للولاد فيا كان دروس فيا ألعاب فيا نشاطات أجمل الأوقات أنا تعلمت من ماي سكول أنا تعلمت من سيزن 3 تعلمت أكتر كيف قدر فكر محل الأشخاص اللي عم بيتعلموا لغة جديدة صرت حت حالي محلهم لو أنا لغة جديدة عم بتعلموا كيف كان لازم أجذبهم بمجال عملي قدرت أنا أتواصل مع كتير أهالي ومع كتير أولاد كنت عم شوف أدي هني عم يتحمسوا تيشوفوا البروغرام أدي عم بيتابعوا كل يوم هني وأهاليهم كان في ولاد عم بيجيبوا أهاليهم بالأول حتى يجوا ويحضروا لأنه كتير حبوا البروغرام كمان في أهالي هني اللي كانوا عم يتحمسوا أكتر من أولادهم عم يتقدموا باللغة الإنجليزية خصوصا الأهالي يلي ما قدروا يتعلموا بوقت معين من حياتهم كتير تواصلوا معي أشخاص على فيسبوك بعتولي كتير ميسجز من اللاجئين ومن غير اللاجئين من الكبار ومن الصغار في أمهات كانوا عم بفوتوا يقولوا لي أنه مبسوطين لأنه عم نعرف من بعد ما يخلص البروغرام نرجع نعيد لأولادنا يلي علمتين كتير كان مفيد وكان فيه بطئ كان فيه كتير تعطينا جرعة جرعة كليوم كتير استفدنا والولاد أكيد يعني الولاد هيك كتير هن بطبيعة الحال ناس إنوسان يعني كتير بارئين بفوتوا بعبروا عن مشاعرهم عن جد هذا الشيء بعتك كتير فرح بتخلص الحلقة بنكون تعبانين بس بنرجع منهم بسط أنه قدرنا نوصل شي حلو للولاد ودقرناهم بمطرح كتير حلو هيدا كان هدفنا فينا المو أنه يوصلوا المعلومة بس كمان يكون مبسوط وبكتير أوقات بالمدرسة كانوا التلميز عم يحتاجوا ماي سكول اللي حتى تكون تقوية لقلهم بالبيت من بعد ما ياخدوا الدروس بالمدرسة كانوا بحاجة لتقوية يشوفوا الدروس بطريقة مختلفة بطريقة كرييتف أكتر وحلوة أكتر بتلفت انتباههم فكانوا عم يحضروا ماي سكول ويتقوق اليوم أصدقائي وزملائي تلميزة بالمدرسة عم تجي الصبح يعني أموست كتير فيهم تلاقى فيهم يجوا على الكور يحكونا بالملعب يحكونا عن البروغرام وقالوا لي بلشنا نتابعه حتى زملائي بسطت أنه فيه أسادزة عم بيحبوا يحضروا البرنامج من ثلاث سنين بلشنا مدرستي مدرستي كانت عم تساعد مع المات كانت عم تساعد أولاد لاجئين ما قدروا يروحوا على المدرسة كانت عم تساعد كمان أولاد كانوا بحاجة لتقوية بعد الظهر بالبيت وهلأ مع 67 Academy صار فيه تركيز أكتر للأهل تنساعد الأهل يعرفوا أكتر وأكتر كيف يساعدوا هن الأطفال لأطفال طبعهم أولادهم وكيف هن فيهم يطوروا السكيلز طبعهم ومهاراتهم كمان فيه تركيز أكتر للمعلمات تحتى نقدر نعطي لمعلمات ريسورسز نعطيهم سكيلز وتدريب لقالهم تحتى نطورهم مهاراتهم أنا كتير مبسوطة أنه مدرستي رح يكون على سات سيفن أكاديمي ومحضرين مفاجآت كتير للسيزن فور أكيد دائماً منفكر أكيد نطور البروغرام يعني بما أنه أنا اللي حطيت بروغرام سيزن ثري صرت أعرف شو اللمسات اللي لازم زيدة أخد بعن أعتبار أنه الأطفال اللي حيرجوا يعيدوا معي والكبار اللي حيعيدوا معي والناس اللي ما شافت يمكن سيزن ثري اللي حترجع تحضر سيزن فور وأكيد لحن نزيد بعد جو من الفرح ومن الأورجيناليته لحيكون شوي الجو فني وبكرة رح تشوفه كتير أغاني جداد قصص جديد لتجذب لولاد المكسيموم وهنا رح يحسوا بشوية فروقات حيتعلموا وبذات وقت حيتسقفوا مثل ما بيقول المثل الفرنسي يعني نحنا منجمع المفيد بالمسلة هيدا هدفنا فينا نحنا محمسين كتير لحتى نبلش سيزن جديد اشتغلنا كتير لحتى بهذا السيزن نقدر نساعد مش بس الأولاد الأهل والمعلمات قررنا نفوت إشياء جديدة على البروغرام إشياء فيها تفيد كل فئات الأعمار وفيها بنفس الوقت كمان تستخدم الإنترنت تستخدم اكتيفتيز كرافتس وكتير إشيات تانية لحتى يكون هذا البروغرام مفيد من كل النواحي اشتركوا في القناة